أعلن التحالف العربي تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب في 24 الساعة الأخيرة أدت إلى تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 90 عنصرا وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاء وكشف التحالف عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات ميليشيات الحوثي بالحديدة مؤكدا استهداف أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة التي تدير عملياتها من موانئ المحافظة